بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه مع نور الدين وفي نور الدين نسير نستهدي بالله وإلى الله ولله يظن كثير من الناس أن الموت عدم وحقيقة الأمر أن الموت فيه وجود هو انتقال من حياة إلى حياة وذلك أن الله سبحانه وتعالى لما أراد خلق الإنسان وأن يجعله خليفة وأقام آدم وخلقه من تراب ثم من طين ثم من فخار نفخ فيه مروح وأنزل في هذه الروح النفس المدركة التي تعلم وتعرف وتتعلم وتعلم إني جعلهم في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الجيوب إذن آدم فيه سلاسة أجزاء جسم وهذا الجسم قاله إلى التراب دخلت فيه روح فسببت فيه الحركة وسببت فيه عمل الأجهزة جهاز التنفسي الجهاز الهضمي الجهاز العصبي الجهاز دورة دموية فكل هذا يأتي عند نفخ الروح وجعلها الله في الجنين في الشهر الرابع من عمره الجنيني قبل ذلك ينمو الجنين لكنه ينمو نموا يسميه علماء الشريعة بالنمو النباتي يعني هو كالنبات ينمو لكن لا روح فيه ثم بعد ذلك ينفخ فيه الروح وعند ولادته تدخل فيه النفس الناطقة المدركة فيصبح الإنسان مكون من ثلاثة من الجسم وداخله الروح وداخل الروح النفس ما حقيقة الموت؟ حقيقة الموت أن تخرج الروح من الجسم لو خرجت الروح من الجسم تخرج ومعها النفس الروح دي حاجة محايدة محايدة يعني يعني ما فيش حاجة اسمها روح شريرة وروح حسنة أو روح كده ده النفس هي اللي ليها مراتب وربنا وصف النفس في القرآن بصفات وصفها قال إن النفس لأماره بالسوء أدي وصفه وقال والنفس اللوامة يا أيتها النفس مش الرحباء يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية يبقى في نفس مطمئنة وراضية ومرضية يقول ربنا عن النفس فألهمها فجورها وتقواها يعني إذن النفس الملهمة فبقى في نفس أمارة ونفس لوامة ونفس ملهمة ونفس مطمئنة مطمئنة راضية مرضية وفي نفس كاملة بقى عدة النفوس دي كلها كله ده على إيه عن نفس وبعدين هي بقى سبحان الله تمشي وراء الخير تمشي وراء الشر هو ده اللي عليه حساب الإنسان هو الذي يتوفى الأنفس حين موتها الموت جيهة هو اللي بنتكلم عنه هو ففيه إيه أجل مسمى لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون الأجل بتاعك مكتوب من ساعة ما نفخ فيك الروح وإنت عندك أربع شهور في الصورة الجنينية انتهت متئمة باللحظة بفيمتو الثانية موجود مكتوب ومن هنا كانت الحياة وكان الموت وهو صورة من صور الحياة من عند الله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا هو الذي خلق الموت وهو الذي خلق الحياة خلق الاثنين وهو الذي جعل كل إنسان له أجل مسمى وهو جعل هذا الأجل لا تستطيع لا أنت ولا غيرك أن نستقدم نقدم ساعة أو نستأخرة نأخر ساعة لما جاه العصر الحديث وبعض الناس قالت ده ما فيش ربنا ولا حاجة طب ده ما فيش ربنا وإنت زهقت من حياتك ما يجرس حاجة أنك تنتحر فأصبحت الانتحار شوية شاعت عن الأول الأول كانت الناس كلها يسموها عصر الإيمان كل الناس اللي على الأرض مؤمنة بس أديانهم مختلف لكن بعد كده أصبح فيه ناس مش مؤمنة فشاعة فيهم حكاية إن أنا طب إيه اللي يخليني صبر على الدنيا ما هو أصل الدنيا شوء ده من غير ربنا ده ربنا هو اللي محليها ده ربنا هو اللي بيقول لنا اعمل الصالحات وهدخلك الجنة وفي يوم آخر هنروح فيه إلى الله فيبقى فيها عقاب وسواب وهو ده اللي بيخليني ماسك روحي إن أنا أأسي غيري أو إن أنا أفتري على غيري أو إن أنا أظلم غيري افرد إن أنا عايز المال ده ما أخده ده من الأقوى يبقى ده غابة أسوأ من الغابة كمان فالله سبحانه وتعالى خلق الموت والحياة والإنسان ابتدع القتلى وابتدع الانتحار ولذلك في الأمثلة العامية بتاعتنا يقول لك إيه لو صبر القاتل على المأتول كان مات له واحده مدام أنا قتلته فجيه في الوقت ده مات يبقى أنا اكتشفت إيه إن يوم كذا ساعة كذا في المكان الفلاني فلان هيموت بس المرة دي اتدبست فيي أنا لو كنت صبرت بس ساعة واحدة كان خبر وفاته هيجي ما هو لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون لو كنت ما عملتش الجريمة دي اللي أنا عملتها كان هو أجله هيجي وهيموت لكن أنا بالرعونة بتاعتي روحت عامل الجريمة دي فلما ارتكبت هذه الجريمة تحسبت علي أنا هو مش هيقول لي هو أجله جيه ولا لا لأن أنا ممكن أحاول قتله معرفش ما هو يقاله جيه لسه ما جياش هو يضربني بالنار والرصاص ما جيش سبحان الله تروح يمين تروح شمال تروح وكذا لسه الأجل ما جياش فالغباوة هي في قضية الانتحار والغباوة كمان في قضية قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق فما كانش ينبغي على المنتحر أن ينتحق ولا على القاتل أن يقتل أخاه بغير حق هذا هو حول الموت الحقيقة الأولى أن الموت حياة الموت يعني انتهاء بقاء الروح في الجسد وهي تخرج من الجسد إلى بارئها ترجمة نانسي قنقر